إذا فتح الله على العبد أبواب الرحمة ناله كل خير ناله كل خير وأدرك به كل بر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز والحكيم فتعرضوا لرحمة الله جل وعلا سلوه من فضله خذوا أسباب الفوز برحمته جل في علاه فقد بيّنها لكم في كتابه وبيّنها لكم رسوله في سنته بقدر ما يكون معك من أسباب الرحمة يكون نصيبك من رحمة الله فالناس بين مستقل ومستكثر قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال في طريق كسبها فسأكتبها عدّ الخصال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله يقول الله في آية أخرى في بيان من سينالون رحمته في الدنيا والآخرة يقول جل في علاه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تلك خصال شريفة عالية أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام